بعمق المصالح العربية ومرتكز اقتصاد دولها الكبرى وصلت الضربات الايرانية بعد ان احكمت سيطرتها على اربع عواصم عربية وطوقت الخليج العربية بمشروع عمل عليه عقودة وشهدته عدة ادارات امريكية تجاهر بالصراع المفترض هجمات استادفت منشآت ارامكو النفطية التي تعد من اكبر منشآت النفط العالمية وادت الى خسائر فادحة فيها ما دق ناقوس الخطر عاليا لاستفحال الخطر الايراني الردود العملية على هذه الهجمات لم يكن بمستوى الردود الكلامية ايران مصدر الارهاب لها مخطط تخريبي الخطر الداهم هكذا كرر خصومها الردود المأهودة هذه المرة لم تكن ميليشيات الحوث المسؤولة عن الهجمات اطراف ايرانية اخرى دخلت بشكل صريح في حروب الوكالة ضد السعودية ودول الخليج عموما تصريحات وزارة الدفاع السعودية ان الهجمات على ارامكو جاءت من الشمال تتطابق مع ما كشفته شبكة سي ان ان الامريكية ان الهجمات انطلقت من قاعدة جوية ايرانية قرب الحدود مع العراق وشاركت ميليشيات الحجد باطلاق طائرات مسيرة للتغطية على الحادث وليس غرابة ان تتورط ميليشيات الحجد بهذه العملية فزعماؤها السياسيون والعسكريون باركوا هذه الهجمات وشمتوا بالخسائر الاقتصادية للسعودية جراءها دخولهم العناني في الحرب على السعودية يؤكد فشل السياسات العربية في محاولة احتواء الساسة في العراق وجرهم الى الحلف العربي ليس هذا فحسب بل صار مصدر خطر داهم يهدد الامنة العربية ويفتح ابواب النار عليه فبعد ان كان العراق بوابة العرب الشرقية تحول الى نافذة للسموم الايرانية بالجسد العربي نافذة حلها الوحيد ان تغلق بوجه ايران وما عدا ذلك فهو العبث الذي لا يثمر الا عن هدر الوقت في محاولة الهروب من حقيقة الخضر القادم من الشرق